كيف تقرح زيارة هذه الأولادك بالإقبال؟ ونرجع لزيارات الرئيس إلى الأشهر الأخيرة حسنا تعرف سيموز قراءتنا لها واضحة على أساس في طار النشاط العمل لنتع الرئيس في طار أنه يقوم بزيارات ميدانية على أي مكان حتى ربما يشوف المشاكل اللي تعني منها كل منطقة طبعا الجنوب بالحقيقة كان مهمش قبل وكان على الأقل ما نشوفوش هزيارات هذه سواء في الفتر اللي تعدت الكل ونقول لك كان في فتر ستين سنة اللي هي معنتها أنه الجنوب ما خداش حظه لا من التنمية لا من خلال الاهتمام به لا من خلال زيارات اليوم على الأقل قيد سعيد يشذ عن هذه القاعدة وطبعا الرؤوه أنه يعطي أهمية للجنوب بل ويؤكد على أنه الجنوب معنتها هما بكلهم توانسة وأنه توانسة الكل معنتها من حقهم أنه تمسهم التنمية من حقهم أنه يكون عندهم رأي يكون عندهم معنتها خدمات معنتها في مستوى معين وقلنا وقال الرئيس أنه توانسة الكل معنتها هما توانسة في البلاد هذه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب اليوم أنا بالنسبة لي الزيارة هذه كانت على الأقل زيارة التي هي خلتنا نتأكد أنه بالحق الجنوب معنتها فيه البوتنسيال كبير نطع تنمية فيه معنتها نقول لنا جنة على الأرض ولكن كما قلت معنتها ما فقاش لا أعطينا بها اليوم على الأقل نلقوا الناس يحكيوا من جديد على أساس أنهم اليوم حسوا بانتمائهم إلى أرض تونس وقالوا أنه ما كناش نحسر هذا اللي يفسر حسب رايك الاستقبال الشعبي للرئيس في قبل ولا يتراش بأنه يأكد أنه الرئيس ما زال يحضر بشعبية كبيرة عند الشعب هو الجاني بينسي بالنسبة على الأقل للحضوة أنه إحساس كونه على الأقل معنتها أنه الرئيس أعطاهم قيمة وقدر وطبعا هذا اللي هو كانوا ربما يفتقلوا له وكما قلت معنى التهاروا بنسبة لهم يعانوا من عديد المشاكل الاجتماعية يعانوا من التمييز ما في بين بعضهم يعانوا من برشة حاجات يعانوا كما قلت من التهميش يعانوا من البطالة معنى التي هيا كبيرة برشة يعني كنشوفوا البطالة نتاع أبناء الجنوب mount بصيفة غريبة يعانوا من عديد المشاكل اليوم على الأقل هل هل معنى هللمسة هذه لمسة أول حاجزة لمسة وفاء ولقاء انت انه اه اراكم متواسة وعندكم نفس الحقوق وقال الرئيس قال عندكم نفس الحقوق متواسة كل كانوا قبل يلتفتون الى ليبيا وعادة ما وقت يجي ويحتجوا يقولوا اهلا ليبيين اكثر متواسة عنا منطقة زادة في الشمال الغربي اللي هي الكاف والدسترين وكذا وقت اه ضيق بهم الدنيا يقولوا نحن الزيرية اكثر متواسة اليوم على الاقل الرئيس ماشي في التوجه انتا انه هل جانب هذا انتا هل اه معانتها انتا كونه اه فما تهميش لي اه مرة يسيخلولي كبلي بعيدة شوية على ليبيا لا هو على اقل معيدة شوية ايجي نحس ودد كلمترات ماشية نقولوا على اقل هم اقراب للصحراء والكل هم يقول جمعة جانوب الكل شي بيدون استثناء اليوم على اقل نقول الزيارة هذه كانت اه في محلها كانت في وقتها وكانت مثمرة ونتيجتها واضحة الاساس انه على الاقل هناك اه معنى استقبال حار من طرف اهالينا او المواطنين في 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 كبلي اه كذلك اه لحظنا شخصية رئيس اللي هي كانت شخصية المتواضع اه ابن الشعب بالحق اللي يجلس على الارض بين الناس ويتحدث معهم حول كل مسائل ويخاطبهم بما يفهمون وبلغة يفهموها اه هذا زاد يزيدنا احساس ويسكونوا هذا الرئيس بالحق اه يستحق الاحترام كيفش نصر فماش مسؤولين الجهويين مع مع رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وخاصة انه مرة اخر رئيس ينقد عمل الادارة والمسؤولين الجهويين في كل زيارة في زيارات الاخيرة اللي قام بهم رئيس الجمهورية هو هو حس ما فهمت انه الاقل الزيارة هذه هي الحقيقة كانت معنتها رأسا من طرف رئيس الجمهورية معه الطاقة من طاقة اللي مشاه معاه ولكن ما فماش حتى مسؤول جهوي يحضر وبالعكس احنا اسمعنا كونه المواطنين غاديكة في منطقة نويل وفيه في القبل بسفة عامة هناك شكاية كبيرة من طرف المسؤولين الجهويين في خصوص عدم الاعتناع بمشاغلهم في خصوص عدم الاستجابة لمطالبهم في خصوص انه الخدمات معانتها متردية وخاصة على مستوى الماء الصالح للشراب على مستوى الكهرباء على مستوى كذا هذا الكل معانتها تشكوا منه والرئيس قال سننظر في البسلة هناك مشاريع زادة معطلة شوني عطل فيها المشاريع هذية كل مرة نحكي فيه نفس المواضيع شوني عطل فيها المشاريع هذية المسؤولين يعطلوا في المشاريع هذية كان نشوفوها معانتها براسك ظاهرة معانتها ولات في الولايات الجمهورية الكل ما عادش ان نحكي كان على المركز يبركته على المركز على الأقل نعرفه أنه نقوله المسؤول هو الوزير باعتبار أنه في نهاية الأمر يتحمل المسؤولية لأنه هو الذي معانتها واجب عليه أنه على الأقل يكون عنده هاكل القدرة على أساس تحريك المشاريع وعدم تعطيله ولكن على مستواجهه اليوم واللي نشوفه كان المسؤول زادك كيف هو الوالي أو الحاجة لأنه الوالي هو اللي يمثل على الأقل الإدارة المركزية في الجهة ويقال أنه يمثل كذلك الرئيس الجمهورية ومانيش مقتنع بها الحكاية أما هذا هو مهامه مثلا جمهورية كي تشوف الصلوحيات اللي عنده وهي نفس الحياة هذا في نظام قديم ما نعرفش القوانية لازمها تتحين تتحين بالعقلية جديدان تعالي المسؤول الجهوي اليوم احنا كانت عنا قبل هذا هو وقت اللي ممشينا للنظام البرلماني وولي عنا حكومة ونورمال ما الوالي يولي مثل رئيس للحكومة ما حتواش بالعكس بقات معناتها لأساس أنه خاضع لوزير الداخلية اللي هو في طار التعيين وفي طار كذا واليوم احنا بالحق هل الوالي بالحق مزالي مثل رئيس الجمهورية ما نصورش لأنه أول حي الساعة ما يسمعش حتى خيارات رئيس الجمهورية ولا ينفذ حتى قرارات رئيس الجمهورية نحنا شوفنا في سلياء في منستير وفي سوسة شوفنا أنه هناك معنتها طلبات من طرف رئيس الجمهورية على أساس التدخل في مسألة الماء صالح الجراب ولكن الرئاسة قالت أنه ورغم أنه نبهنا ثلاثة مرات ولكن هذا ما فماش تدخل والمشكل ما تحلش وكذا يعني يولينا توفي شنوة في دويلات داخل دويلة وكل واحد يحكم وكنا نحكم بلا على إمارات داخل معنتها تونس وكذا وإمارة الكرم في البلدية الكرم وإمارة منعشنو وإمارة سجنان وكذا اليوم يولينا نحكو على دويلات دويلات انتع مسؤولين اللي هما لحقيقة مسؤولين صدفة اللي هما جابهم الحظ على أساس أنهم يكونوا مسؤولين ولكنهم بدون كفاءة بدون معنتها إرادة وبدون معنتها أنهم على الأقل يوصلوا باش يعملوا حاجة للموتوسي اليوم نلقو الرئيس في واد وباقية الجهاز تنفيذ الكل سواء جهوي أو مركزي في واد آخر ترجمة نانسي قنقر